يا شباب يا رب تكونوا بخير ربنا معاكم في المتحان ان شاء الله هحاول بس ألم لكم التوتوريال ده هو كبير ورخم انا كنت شرحت في الفيديو بالتفصيل بس ان شاء الله هنلم العنوين بتاعته سريعا كده التوتوريال ده عبارة عن اربع مواضية اول حاجة اللي هو بالعنوان اللي موجود ده اللي هو السوماتيك سنسيشن كونفايت فروم زهد ده عنوان وعليه تطبيق اللي هو الهدك طيب تاني حاجة لسباينال كور ديليجانز دول تلاتة ليجانز هنتكلم عنهم برضو واقول لكم النقاط المهمة فيهم طيب اخر حاجة العنوان التالت الانفولانتري موفمينتز واخر حاجة الجيد دوس أوردرز ان شاء الله هنحاول للمهم ايه بسرعة كده ونقول كل حاجة برضو اول حاجة للسنسيشن عندنا السنسيشن في نقاط كده سريعا السنسيشن من الهد راحة عن طريق تلاتة نيرفز التريجيمينال الولكرينيال نيرفو رقم خمسة وعندنا السيرفايكال اتنين وتلاتة يعني كده تلاتة نيرفز طيب التريجيمينال برانشات بتاعته ايه؟ لها الأفسالمك والمجزيلاري والمانديبولار كلهم سنسوري مع عدل المانديبولار بياخد له موتور برانشز بس اللي هي راحة للمستيكيشن طيب قلنا كل واحد بياخد سنسيشن منين بالزبط قلنا الصورة دي هتشوفوها بس اللي موجودة في الداتا تمام؟ اللي هي قدامنا دي هتشوفوها زي هتتخيلوها بس هتتخيلوها انا مش عايزة اكون تحفظوها وتقروا بس الكلام مرة واحدة ان شاء الله مش هتنسوها تاني طيب بالنسبة بقليه التريجيمينال هو بنتكلم دلوقتي على التريجيمينال قلنا البرانشات بتاعته قلنا دلوقتي هو هياخد الباسوي بتاعته هياخد السنسيشن من الهيد هيروح بيها البوست سنترال جايرس بتاع الكورتكس اللي فيها السنسيشن ازاي عندنا الباسوي بتقسم الى فيرست أوردر نيرون ساكان دي أوردر نيرون وثير دي أوردر نيرون طيب الفيرست أوردر دي موجودة فين؟ في التريجيمينال جانجليون الجانجليون دي موجودة عبارة عن كليكشة من النيرف سيلز موجود اوتسايد السي اني اس طيب الموجودة في البيتراسبون ده مش مش مذكورة عندك فمش مهم عبارة عن إي بقى دي نقطة برضو مهم السيلز اللي فيه عبارة عن سودو سودو يونيبولر إيه؟ سيلز سودو يونيبولر يعني سيل عبارة عن سيل باطي وطرع منها حتة زائدة صغيرة كده مش رحصالة لأكزون ولا لدندرايت بس الزائدة دي متفرعة لتنين لتنين جزء بينزل بريفرال وجزء بيروح سنترال البريفرال ده بنسمي دندرايت والسنترال ده بنسميه أكزون طيب بس هل هما دول الأساسيين اللي خارجين من السيل؟ لا هما فيه لسه ستوك يعني حاجة خارجة من السيل ومتفرعة لتنين فبنسمها سودو يونيبولر تمام؟ البديل إيه؟ الفريست أوردر نيرون طيب بيحصل إيه فيها؟ إن بعض الفايبرز اللي جاي بتطلع وبعد الفايبرز منها يعني؟ بتطلع وبعد الفايبرز بتنزل طيب بتنزل مين اللي بيطلع الميكان ورسيبتورس ومين اللي بينزل البن والتمبرشار خلي بالكم إن البن والتمبرشار دور هيكونوا مخالفيننا في كل حاجة تمام؟ أو مستوى أو درجة تعنيها يعني في أي حاجة هنشرحها بعد كده طيب طيب قولنا البن والتمبرشار اللي بينزلوا لأنهم بيروحوا للي الساكند أوردر نيرون اللي هي موجودة فيهن؟ النيوكليول بتاع تراجيمنا النيرب النيوكليول اللي هما اس ام اس اللي هما انا و مدين الكفالي و المشرسر طيب السنور والمزن كفالي ولل اثنين في البونز أما発 البن في المددل امارور الصحة موجودة في المدل كل ان البن والتمبرشر بينزل انا هم مكتوبة عندكن هما مواجدين انهم موجودين في البونز إنهم في البونز تمام؟ انهم موجودة في المددل فعشان كده الفايبرز بتاع تلم experienced البن تنزل لها فيهمنا النقطة تي طيب النيوكليول اس م اس سنسوري و مذن كفالي نيجي بعد كده السجد أوردر نيرون اللي هي اللي موجودة في الصالامس اللي بس سجد أوردر نيرون موجودة فيه في الصالامس من الصالامس بقى بتطلع تروح للبوستير هوليم بفتاع الانترنال كابسول ومنه لي البوست سنترال جايرس اللي هو المنطقة السنسيشن اللي موجودة في الكورتكس سهمنا كده بدي كل الحاجات اللي أنا محتاجة أقولها طبعا أنا مش هنحفظ الكلام ده نقرأ مرة ومنبص الركز في الصور دي كل الحوارات يبقى المعلومة في الجانجليون وعرفنا المعلومة فيها أنها سودوينوبولر السكند أوردر موجودة في النوكلياي وهم اس ام اس تمام والسيرد أوردر موجودة فين في الصالامس تمام زي ما قلتلك زي ما قلنا كده التوزيعة معروف السكند والسيرد سيرفايكال نيرفوس بياخدو سنسيشن من البسيروسكالب والانفراتنتوريال بين سنستيب ستركشور سمام وبيطلع فين في الصباين وسلامك دريفت حلو كده يا شباب التانية كان بتطلع فين في التراجيمينال ايه في المينسكاس حلو يا شباب والدرزة كولم كمان نستينا نقولها طيب إيه بقى البنسن سبتستركشن نستينا نقولها نياد ديوره وبعض البيا والبلوت بيسلز التاعتهم التطبيق عزرا بس أن أنا بتكلم بسرعة عشان مش عايزة الفيديو ياخد وقت طويل وانا تقريبا بقول كل حاجة ذكرتها يعني قبل كده كنا بنشرح بالتفصيل يعني بس دراجي بنقول الحاجات المهمة الهدج بقى بيقولك وديسكومفور ده ما بين في المنطقة ما بين الأوربت لحد الأكسبت ده عدم راحة أو ألم في المنطقة دي طيب الألم ده بيبقى مصدره ايه يأما مصدره حاجتين يأما حاجات انتراكرينيال حاجة جوة الكرينيال نفسها جوة حوالين البريل يأما حاجات في الفيس والهد والنيك اللي هما بيعملوا بيعملوا اللي هما بنقول عليهم اكسترا كرينيال يبقى أسبابه انتراكرينيال أو اكسترا كرينيال طيب الايه الاكسترا كرينيال بقى ستركشورز اللي تعملي البين برضو خلينا مركزين ليه هو واخد كده عشان السنسيشن بتاعتهم راح عن طريق تريجيميلال نيرو فبالتالي البين بيبقى فيه في منطقة معينة في الهد ده اللي بنقول عليه ايه اي وجع تاني في الجسم مثلا بيسمع حسب النيرو اللي رايح لي او الحسب النيرو ده بيغزي انه ما كان بيقول عليه ريفير ديبين فهو كزلك برضو المهم يعني ايه الاكسترا كرينيال عندنا الاي اما حد يكون عنده مشكلة في النظر او مشاكل في الابصار ويعمل استرينيج قوي تمام من غير النظارة بتاعته فده بيحصلوا صداع الناس اللي عندها سينيسيتس اللي تابت في الجوب الانفية الناس تسك عندها ألم في السنان ومشاكل في السنان برضو بتعمل صداع فيه بقى مصل سترين مصل تنشن اللي تنشن بسواء بقى عضلات النك الناس اللي عندها مشاكل في عضلات الرقبة بتاعتها بتحس انه بيبقى عندهم صداع برضو او عضلات الواجه تمام دول بيحصل دول الاكسترا كرينيال ان اخدها بالترتيب عادي برضو انتم مش محتاجين تحفظوها كل الكلام دول محد يقول لك اللي عنده صداع طيب انت كشفت رمض كشفت انفو اوزن كشفت على سنانك بقى مشاكل في حاجات رقابتك بتوجعك تمام ده اسئلة بديهية يعني لأي حد عنده صداع ايه الانترا كرينيال بقى الحاجات البين سنسف استراكشورز اللي موجودة في البرين طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل كده عندنا مثلا انفلاميشن في البرين ومؤثر على المنجيس تمام عندنا تيومر وعمل كومبريشن تمام فيه تراكشن في البلود فيسلز نفسها حاجة موسعة بلود فيسلز نفسه فعمل ضغطه ومدينا عملنا بين فأي سبب داخل الكرينيام او حوالين البرين يعني بيعمل لي الانترا كرينيال ايه هيدج ده طيب الاسباب الهيدج بقى بتاع الانترا كرينيال ده ياما رايح الفرنطل الجزء اللي قدام من الدماغ ياما رايح الجزء الاكسبيتا الجزء اللي ورق طيب الفرنطل ده منين اي عنده فرنطل بين يبقى اعرف ان السبب سوبرا تنتوريال تمام الاكسبيتال السبب انفرا تنتوريال ماشي يا شباب طيب اه البعض انواع الهيدج اللي هو موجودة اللي هو هيدج كمرض بحد زيته يعني ده ده اسمه برايماري هيدج في اسباب تانية بتعمل لي هيدج يعني انا بطور على مهد دي جي لي يشتكي بالصداع انا بدور على السبب السبب ممكن يكون ان ده صداع بحد نفس هو المرض او الصداع عرض لحاجة تانية تمام زي ما قلنا واسهلا ممكن يكون فيه فالصداع هنا عرض تمام طيب ايه الهيدج بقى المشهولة طبعا المايجرين وده اشهر بين اشهر الهيدج اللي موجودة والمؤلمة يعني اللي هو الصداع النصفي ده بيبقى شخص بيجيله حاجة بيجيله بيجي في صورة اتاكس الاتاكس دي بيممكن يسبقها برودرومة او ممكن لا على حسب الاختلافات البرودرومة دي ممكن واحد يجيله نوزي ممكن واحد يجيله ممكن واحد يجيله جي اي تي دستيربانس برضو في بقى تنشان هيدك تنشان هيدك دي اللي هو الكلستر هيدك ببقى حوالين عين حوالين جزء معين من الوش اللي هو غليبا العين الصداع اللي بييجي مع الصدع ببقى صداع رغيب بيبقى حوالين فى الاماكن فى الجيوب الامفية اما ورى الـ أو العظمة بتاع اللي يعنى العظم اللي حوالين العين عظمة العظمة العظمة تمام يبقى دي التطبيق على السنسيشن. تمام? نيجي بعد كده للسباينال كورد ليجانز. انا عايزة بس ايه اخلي اقول لكم كزا نقطة. في الاول كده وبعد كده هعرض لكم التلاتة ليجانز بشكل ان شاء الله مبسط يعني. اول حاجة احنا عندنا الليجانز في السباينال كورد. هي اما كومبليت دي اما هيميسكشن يما سرينجوميليا. احنا لنكلم ده ده اعضاء دي السباينال كورد كله. اللي بيحصل حاجاتها على المستور الموتور. بيحصل متور افكشن. بيحصل سنسوري افكشن. بيحصل اوتونوميك افكشن. طيب السنسوري عشان نخلص منها بيحصل سنسوري لس. تمام? الموتور بقى في عندنا حاجات. المسل. السرينس بتاع المسل او المسل بالباور بتاعتي بيحصل. ايه? اما بيحصل كوادريبليجيا اما بارا بليجيا. اما بيفقد الحركة في الاطراف الاربعة اما بيفقد الحركة في رجليباس. تمام? ده انا بقطعت الاسباين والكورد وكل. طيب بيقولك ان العضلات اللي بيحصل ها الاول هي البرو جرافيتي مصر. انا عاوز حد يتخيل ان واحدة اه اه حد اه اه الوضع بتاع البرو جرافيتي ده مسلا حد اللي هو وضع التشهد وضع التشهد في الصلاة اللي هما العضلات اللي بخليك قاعد في الوضع ده اللي هما الفليكسورز بتوع اللوار ليمب وال Mate 610 bum وتوع اللوار ليمب تمام؟ اللي هما بتاع البرو جرافتي البرو جرافتي يعني العضلات اللي ماشية مع الجاذبية الانتي جرافتي العضلات اللي ضد الجاذبية دي اللي بتخليك واقف في وضع ايه؟ مستقيم كده وضع مثلا واحدة مقموصة كده بتبقى وقفة ومستقيم وحط أدها في جنابها وضم بققها هما دي العضلات تخيلهم كده مش هقولهم يعني مش ضروري وما قلتهم في الفيديو بس مش ضروري بالوقت المصل تون بقى المصل تون بيبقى عندها هايبو تونية مفيش اصلا اي ما فيش تون اساسا الفليكسز بتبقى كلها ابسنت سواء دي بقى وصبارفشية فالعيان ده بيبقى عبارة عن ايه عبارة عن حاجة ربنا يعافي الجميع عبارة عن جثة كده هاميدر مفيش اي اي حاجة اي حركة كلها هايبو 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 كل حاجة ايه مختفية طيب احنا التون له اهمية عندنا ان هو بيحافظ على المصل تون دي والمصل اللي موجودة الكتلة عضلية الموجودة دي مع الشيفرينج بتولد حرارة بتولد حرارة في الحرارة دي بساعد في ان حرارة الجسم تفضل ثابت فبالتالي التون مش موجود اصلا في اعتبر العضلات مش موجودة فيحصل هايبو ثيرمية تمام دي بتحصل فين في الكمبيليد السيكشن الاوتونوميك بقى عندنا على مستوى المكتوريشن والديفكيشن الريفلكسات دي بتبوص فبالتالي بيحصل لي هايبو تينشن الريكشن بيبوص ممكن يحصل مايوزس كمان بايلاترال بسبب هورنر سندروم تمام طيب المكتوريشن والديفكيشن نقطة مهمة اول في حالات الكمبيليد السيكشن اسمها انا ما بفقد الريفلكس بيبقى اسمه ريتنشن اوفر فلو ريتنشن اوفر فلو يعني العيان يعني ما عليش في اللفظة هو بينقط عنده البلدر بتاعته بتتميلي لحد ما خلص خدت خدت كفايته والزيادة عليها هو اللي بينزل لوحده في الريفلكس ان البلدر بتتميلي تفضي دي ده مش موجود فهو البلدر مليانة بتفضل مليانة لحد ما يزيد كل ما يزيد على المعدل الساعة بتاعتها تقوم مفضيه الزيادة ده فده اسمه ريتنشن اوفر فلو بدا ما بيحصل فين في الكمبيليد السيكشن ده كل الكلام ده بيحصل فين بلو زاليفل بلو زاليفل اوف زاليجن اما عند الليفل بيحصل لور موتور نيرون ليجن تمام؟ طيب انا قلت الكلمتين دول بالتفصيل الغتة دي بالتفصيل رضو اللي احنا القدنا ده كله ده اسمه وبتاع ال Birmingham البox الكلمتين اللي احنا قلنا ده اللي انا بفقد كل الهجا دي دي مرحلة الشوك بتحصل منسبوعين لشهر ونص او منسبوعين لستة اسابيع تمام؟ كلا حاجة بتفقد طيب ابقى مرحلة الركاور دي؟ انا بندي العيان سبحان الله يعني مSer ربنا ربنا بيرجع له اقل رفليكسات يقدر يعيش بيها تمام طيب نيجي ان نمسكهم ده نزل قلنا في الموتر والاوتونوميك والسنسوري السنسوري خلاص وفاقة السنسيش اما بقى الموتر والاوتونوميك بيتبدأ ترجع رفليكسات واحدة واحدة زي عندنا الموتر الرفليكسات بترجع له الوزد روول وبيبقى عنده بزوط البونيسكي ساين دي هتا دورز فليكشن وفانينج للتوز فدي علامة ان انا فقدت الهاير كنترول فدي علامة ايه مميزة للوضع اللي هو فيه الوزد روول وبيبقى نسكي ساين وتبدأ الرفليكسات بترجع بالتدريج ومنها انه رفليكس طيب التون برضو بتبدأ التون يرجع بالتدريج وبالتالي درجة الحرارة بتبدأ ترتفع تاني اما العيان اللي هو في شوك ستيج ده كان عنده ايه ضغطه واقع وحرارته قليلة وسقعان وبينقط وبص كل جسة هامدة تمام يبدأ بقى يرجع في مراحلة الريكوفري يبدأ يحصله وزد روول شوها يبدأ يبعد عن القلم يبدأ يحصل الاستجابة اللي هي البابنيسكي دي استجابة اب نورمل على فكرة يعني نورمل في الاطفال الحدثنا معين نمى اب نورمل في الكوبار التون التون بيبدأ يرجع تاني وبالتالي درجة الحرارة بترجع تاني وهنا الريفليكس برضو بعضها بيرجع الاوتونوميك بقى برضو نفس الوضع الريفليكسات بتبدأ ترجع بشكل معين الفازو موتور يرجع تاني فبداية ضغط الدم يرجع الارتفاع المكتوريشن بيرجع بتبقى اسمها او الما تتميلي تفضل تتميلي تفضل تتميلي تفضل الهاير كنترول او الهو احنا بنقول عليه فولانتر كنترول ده ما بقاش موجود يبقى دلوقتي في الشوكستيج او الكمبيلت ديسكشن بنسميها ايه؟ لوتنشان اوفر فلو اما في الريكافوري بتبقي اوتوماتيك بلادر الريكافوري بتبقي اوتوماتيك بلادر والاركشن بيبدأ يرجع تاني بشكل ما طيب في عندنا مصطلح اسمه اسمه كل ده قلنا اه هو زاكر هنا ليه؟ ليه مرحلة الريكافوري دي بتبقى بسبب ايه؟ او اللي بيحصل ده بيبقى بسبب ايه؟ ان انا عندي دينيرفشن هايبر سنسيتيفتي يعني نقص قطع الاعصاب دي بيحصل نتيجة لها من الجسم الرد فيها بيبقى فيه سنسيتيفتي عالية تمام؟ وريليس فنوما ان انا فقدت الهاير كنترول بتاع الكورتكس والهاير والهاير سيستمز اللي موجودة في البرين تمام؟ او الولانتري اللي احنا نقول على الجزء الولانتري او الجزء الهاير بتاع الكورتكس اللي هو متحكم فيه الريفلكسات دي والجروس بتاع الكولاترالس يبقى كل ده بيسايم ان احنا المرحلة الريكافوري او الحاجات دي ترجع تاني تمام؟ الماس رفلكسي اللي هو عبارة عن ايه؟ لما انا بعمل بانفل استيمولاس بيحصل لي حاجات رفلكسات اوتونوميك اوتونوميك وموتور احنا كنا برضو الريكافوري قلنا اوتونوميك وموتور هنا برضو الماس رفلكسي بارة عن تأثير من اوتونوميك وموتور رفلكس اكتر حاجة وانا طبيعيا لما شك حد هيبعد عن المكان هيبعد ايده عن مكان الشك فده بقى برضو بيحصلوا ايه؟ بيعمل وزدروال بس اكساجيريتد ايه بقى الابنورمال اللي ما بيحصلش عند كل الناس انها بيحصلوا مكتوريشن ودفكيشن رفلكس بيحصلوا بالور وسويتينج بيحصلوا فلاكتوشن في البلود بريشر كل ده حاجات ابنورمال يبقى كلها الاوتونوميك البلود بريشر بتاعه بيعمل ويقل بيحصل البلور وسويتينج برضو وديليها علاقة بالتنبريتشر بيحصلوا الاكساجيريتد ايه؟ وزدروال كرد فيها لطبيعي بس هو بيبقى اكساجيريتد معي تمانا يا شباب دي نقطتين النقطت بشكل ايه؟ بشكل ايه يعني مش عاوز اقول مفصل شوية بس انا هنجمعهم دلوقت طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الكمبيليت بشكل مفصل اوه نجد نتكلم عن الهيميسيكشن وسرينجو مايليا طيب الهيميسيكشن ده يعني ان سباينال كورد تقاطى نص تمام؟ السرينجو مايليا بيحصل سيستيك دايليتيشن بيحصل سيستيك دايليتيشن فين؟ في الكنال بتاع السباينال كورد فبتضغط على الناحيتين بتاع السباينال كورد بالتساوي تقريبا تمام؟ ولكن السرينجو مايليا مش بتاخد منطقة معينا لأ ده بتبقى باند باند يعني ايه؟ يعني بتاخد السيجمنت دي والسيجمنت دي والسيجمنت دي فهي بالتالي فوقها سليم وتحتها سليم تمام؟ انما مش زي الهيميسيكشن او الكمبيليت ترانسيكشن تمام؟ إليه نقط بس عشان نفرج طيب الهيميسيكشن اسمه إيه؟ نسبت كدة نسبت 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 سيبقى هنا العمور للأخير حسنا الاشطاء سيبقى على مستوى الموتور على المستوى الهيمي سيبقى لدي optimized to the age هذه مستوى سرينجو ميليا الان بالميزة تقلاص بيها بطريقه مختلفه الان مايز اسمه جاكت سنسوري لوس او باند سنسوري لوس او جاكت او باند سنسوري لوس ايه اللي بيحصل؟ ان انا بفقد البين والتمبراتشر على الناحيتين اما ديب سنسيشن وفان تاتش بيبقوا سلام ده بنسميه ايه؟ جاكت سنسيشن بسبب ان هو بيحصل في الورس رفايكل والأبرس راسك فبيبقى واخد ممطقة الصدر دي كده ويبقى كنه لابس جاكت تمام؟ وهيك السنسيشن فيه بتبقى ديسوشيتد يعني انا فقط نوع من السنسيشن على الناحيتين والنوع التاني سليم تمام؟ وده عكس اللي بيحصل فيه في الهيمي سيكشن الهيمي سيكشن بيحصل فيه ايه؟ احنا سواني عشان الحتة دي بس هي اللي بتلقبط في التقسيمة المقارنة او اللي احنا بنعمله احنا دلوقتي ادزا ليفل في السريون جمايليا هو اللي بيبقى فيه مشكلة لان هي الباند تمام؟ احنا بلوزا ليفل عندي سنسوري لوس عادي تمام؟ انما ادزا ليفل او هو المشكلة فين؟ في الليفل ده في الليفل ده اللي بيحصل فيه ايه دسوشياتد بافقد مين؟ الباند والتمبرتشار زي ما انا قلتلكم ان الباند والتمبرتشار ده درجة تانية فدايما هو اللي بيبقى مخالف كده بافقد الباند والتمبرتشار على الناحيتين والديب سنسيشن ونفهم انططش بيبقوا سلامي اسمه ايه؟ دسوشياتد سنسوري لوس او جاكت سنسوري لوس حلو كده يبقى احنا ثبتنا ادزا ليفل الموتور في كلهم لور موتور نيرون ليجن في الكمبيليت والهيمي سيكشن قلنا بيحصل بيحصل سنسوري لوس سنسوري لوس على المستوى ده قلنا في السريون جومييليا هو بس اللي مختلف اللي هي الجاكت سنسوري لوس وي او دسوشياتد سنسوري لوس وفهمتوها يعني ايه؟ طيب نيجي بقى على مستوى البلوزا ليفل طبعا؟ احنا كده سبتنا الادزا ليفل خلصناها البلوزا ليفل شرحناها في الكمبيليت بالتفصيل التونوميك موتور وسنسوري برضو بافقد السنسيشن والموتور بيحصل فيه زي ما قلنا هايبو وبعد كده مرحلة الريكافوري بيرجع وضع ايه؟ زي ما شرحناها طيب نسي ده اقولكو حاجة ان في الريكافوري في بتاعة الريكافوري في الكمبيليت بيحصل سباستيك براليسيز او الموتور افكشن بتبقى المصل بتبقى ايه؟ ريجد قوي سباستيك تمام؟ ان انا التون بدل بصو كان قلب من هايبو تونيا خالص بقى سباستيك دي حاجة مميزة للأبر موتور نيرون ليجن تمام؟ نيجي فيه الموتور كان في حالة الكمبيليت كان عبارة عن بارابليجية او كوادريبليجية انما في حالة الهيمي سيكشن انا قطعت من ناحية واحدة بس في عمل لي ايه؟ هي عمل لي ابيسيلاترال نفس الاتجاه كوادرابليجية او بارابليجية نفس الوضع تمام؟ ابسيلاترال هيمي بليجية اصف dest разные ابس الكواملبليت كان يبعمل بارا وكوادري بارابليجية او كوادريبليجية إنما الهيمي سيكشن بيعمل لي إيه إبسلاتر الهيمي بليجي طيب نيجي على مستوى السنسيشن بلوزا ليفل إحنا قلنا بلوزا ليفل يحنا دوقتي قلنا قبل موتور نيرون بلوزا ليفل في الثلاثة بلوزا ليفل في الثلاثة في السلونجو مايليا ما حددش هو إيه اللي بيبقى شكله عامل إزاي ممكن يبقى بارا بليجي ممكن يبقى بارا بليجي ده غالبا لأنه بيبقى شبه أكتر الكمبيليت لأنه بياخد السمينة الكوردو من النص من ناحيتين سيمتريكا يعني فهو بيبقى شبه أكتر البرابليجي طيب الهيمي بقى هو الوحيد اللي مختلف الهيمي بليجي يعني ناحية القطعية نفسها ناحية الشلل تمام؟ لأن خلاص بيكون الفايبرز حصلها ديكاستوشن عند المطالف الفايبرز اللي نزلة هي اللي راحة للاتجاه ده تمام؟ طيب يا شباب ده كده قلنا الموتور نيجي بعد كده نيجي بعد كده للسنسيشن السنسيشن قلنا في الكمبيليت أنا بفقد السنسيشن بليوزة لفل أما في الهيمي سيكشن يعني عندي برضو حاجة مميزة لي ان أنا بفقد البن والتمبرشرة في ناحية وبفقد الدب سنسيشن في ناحية ده مختلفة عن سرين جوميلي سرين جوميلي كدستوشيت أنا بفقد البن والتمبرشرة على ناحيتين ما بفقدش ما بجيش خلص ناحية الديب والفاين تاتش فهنا دلوقتي هنا مختلف اسمي أنا دلوقتي الفاين تاتش و الديب سنسيشن دي حاجة مهمة فأنا بفقدها برضو على نفس الاتجاه البن والتمبرشرة دايما كده مخلفين درجة تانية فبفقدهم على الناحية المخلفة الناحية التانية لان تفسيرها ان الفايبر سيحصل لها ايه بتاعت البن والتمبرشرة تمام؟ دلوقتي في الهيمي سيكشن قلنا اتزاليفل بيحصل لي ايه ابسيلاترال هيمي بليجي تمام؟ ده في الموتور في السنسيشن انا بفقد الديب والفاين تاتش على نفس الناحية ابسيلاترال برضو بفقد البن والتمبرشرة على ناحية المخلفة تمام؟ سرينجو مايليا قلنا اتزاليفل هو اللي فيه مختلف تريك كافين في السنسيشن احنا قلنا اتزاليفل برضو بيبقى الورموتور نيرون اما السنسيشن .... بيبقى سليم تمام كده؟ تمام يا شفاك كده خلصنا تقريبا الجزء بتاع بتاع النقطة المهمة النقطة بس اللي ممكن تلغضت في الهيمي سيكشا أو براون سيكوردي سندروم قلنا إبسي لاترال إبسي لاترال هيمي بليجيا وإبسي لاترال دي بوفاين سنسيشن لوس إبسي لاترال حاجات المهمة بتبقى إبسي لاترال الحاجات الدرجة تانية اللي هما البنو التنفشا بتبقى كونترالاترال النحية التانية نمام كده؟ تمام في عندنا بقى تطبيق على الكلام ده كله هو البريفرانيروباسي البريفرانيروباسي اللي هو العصب بقى اللي نازل للأطراف خلاص بيبقى ده إما بيبقى أخد سنسيشن أو سنسوري أو موتور بيحصل فيه ديجينيشن أو بيبقى أسبابها بقى ممكن تكون سيستماتيك زي الدايبيتس فيتامين بي 12 ديفيشنسي ممكن توكسينز ممكن فيرال انفكشن ممكن عندنا النيرف ده يكون هو مونو نوروباثي بس واخد نيرف واحد أو ممكن واخد أكثر من نيرف اللي هو بولي نوروباثي طيب احنا بيقول بقى لو حصل اللي بيحصل بيبقى ايه المميز ليه؟ المميز ان هو في الأول في البداية بيبقى فيه حاجة هايبرسيزيا هايبرسيزيا بيبقى مرحلة هايبرسيزيا وواعد كده بيقلب بهايبوسيزيا وانستيزيا وواعدين فيه عندنا قال لك الشكل المميز ليه بيبقى عبارة عن ايه؟ لو حصل سيستيميك زي سيستيميك ديزيز زي ضيبيتس مثلا بيأثر على أطراف كلها في نفس الوقت تمام؟ فيحصل فوق فوق فيه شكل على شكل الأطراف بيبدأ طبعا من من عند التبس كده بتاع فهو طالع على فوق فبيديني شكل الجلافز شكل الكفازات والجوارب كده ان هو ده فقط في الجزء ده فاليه اسمه مميز اللي هو ايه أبيرانس او ديستريبيوشن الموتور أفكشن برضو بيبقى نفس الوقت وبعده كده بيبقى ايه برالسيز تمام؟ طبعا الورموتور نيرون ليجا تمام؟ احنا خلاص احنا في النيرف نفسه يعني مفيش أعلى من كده أقل من كده أقصد طيب الانفولانت ريموفمينت سريعا كده هما عندنا الحركات اللي بتحصل لها إرادية من غير ايه؟ من غير اي انتنشن من المريض ده طيب هما دي لنا ستة أمسلة اللي هما الكورية والتريومورس والباليزم والتيكس والمايكلونس والديستوني طيب أنا من غير ما بص في الكلام ده كلهم كلهم من غير ما بص في الجدوى كلهم كل الانفولانت ريموفمينت دي كلها جيركي تمام؟ نون ريزميك معادة تريمورز هي الوحيدة اليتيمة الريزميك كلهم نون ريزميك المميز لكل واحد فيهم أنا عاوز أعرف الليجان لو بيحصل في مكان معين أعرف المكان ده تاني حاجة لو في صفة مميزة أو حاجة مميزة بس في الموذمنت بتاعته كلهم بريف وإيجيرك وإيم 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 ونون ريزميك معادة تريمورز طيب في واحد فيهم سريع في واحد فيهم قوي في واحد في واحد في هم المميز في كل واحدة الكورية دي قال لك هي بيحصل في الكوربس استرييتم وخصوصها في الكودية نيوكلياس دم نتيجة فقد الجابة جابة منيرجيك إيه ريسيبتورز طيب إيه أنواعها إيه الهانجتينجتون الهانجتينجتون كورية ودي حاجة هريديتاري وإيف عندنا كماز سيدن هام كورية اللي بتحصل في الناس اللي بتجيلهم روماتيك فيبر ماشي تبقى بريف وجاركي وإرغلر ونون ريزميك وبتحصل سريع وبتزيد مع الإيموشن وبتختيفي مع السليب تمام ده المميز في الكورية نيجي بقى لي التريمورز اللي الوحيدة لريزميك واللي بيحصل فيها التبادل ما بين الانتاجونست والأجونست أو العضلات العكسة بعضها فبالتالي بيدينا شكل ريزميك شوية تمام التريمورز مينها أنواع وأشهرها اللي بيحصل في أثناء البركنسونيزم اللي هو بتبقى ستاتيك أو ريست تمام ممكن تحصل أثناء الحركة أو الانتنشن أو إن أنا هعمل حاجة هيهم يعمل حاجة كده اللي هي زي بتحصل في الأتاكسية فيها حاجات ممكن تحصل سيكولوجيكال أو مكسد ما بين اللي اتنين ستبدأ في الرسط وتكمل مع الحركة واللي اتنين شغالين كل دي أنواع مع التريمورز وعايز أقول لكم كمان اللي مفاجأ أني الديستونيا نوع من أنواع التريمورز بس بيحصل فيها أنه بيفكد السيطرة كل العضلات بتنقبض مع بعضها تمام ده نوع برضو ممكن يقول لك سستين وممكن يكون انترميتند لو باتر ومالوش باتر وهو مختلف ديستونيا دي حاجة عمالة ترتعش ومفيش لها ما فيش ما بتقفش كل العضلات بتنقبض في نفس الوقت تمام ده ممكن يكون نوع من التريمورز طيب يا شباب ايه تاني عندنا الباليزم الباليزم ده دي حاجة دي حاجة الغريبة شوية مثلا دي بيحصل في السابسالامس السابسالامك نيوكليار ودي بتبقى الباليزم ده الفاستست طايف الفاستست طايف وبيبقى يحصل ايه اكتر حاجة بتبقى في الأنواع اللي موجودة دي الكنتراكشن بيبقى فيها تمام وهي برضو بتبقى نون ريزمك يبقى الليزم بتاعها بيبقى موجود فيه في السابسالامك نيوكليار ماشي يا شباب طيب فاضل لنا ايه التكس والميكلونس التكس والميكلونس الميكلونس دي بتبقى موجودة أكتر موجودة برضو نوع من أنواع الإبليبسي الميكلونس دي حاجة مميزة لها اللي هي الجسوم الجسوم بيبقى عبارة عن شوك لاي كونتراكشن شوك لاي كونتراكشن بيبقى صدمة كده بتحصل مرة واحدة في الجسم بيبقى أنواع منها فسولوجيكا زي اللي بنقول عليها الجسوم دي وأنواع بسولوجيكا تمام وهي برضو نانريزمي بس بتبقى شوك لاي كونتراكشن شوك إزاي صدمة بتحصل مرة واحدة في العضلات تمام دي الميكلونس وبيبقى منها برضو في نوع إبليبسي اسمه مايكلونس إبليبسي ممكن ييجي مع أنواع تانية من الإبليبسي التكس بقى اللي هي الحاجة الظريفة اللي احنا منشوفها زي مثلا حد اللي احنا بنقول عليهم مثلا مرقوشين شوية يعدوا يحركوا دماغهم على طول باستمرار اللي احنا بنقول عليها مثلا عينو بترف دي برضو دي من أنواع التكس فهي حركات ريجولر ومتكد تكون هابيتيول أو بنقول عليها كومبريسابول إن ممكن العين يقدر يوقف ماشي زي ما قلنا الكورية برضو بتحصل كوربس ستراييتا آآ دي قلنا أنواع الرست وال والسريبيلر الرست أشهره اللي هي بتحصل في البركنسونيزم طبعا آآ فيه نوع من السنية اللي هو بيحصل لما أنا يفضل حد مسك حاجة واقف بيها طول الوقت ده بيعمل على العضلات طيب أسباب الدريمورز بقى أنا كنت أعملها لكم في امي بي امي بي اس دي مي بي اللي هي الميتابوليك بقى كل دي أسباب الميتابوليك هايبرثايدوديزم والايبوكالسيميا والكيدي والليبر ديزيز والتوكسيس والفيتامين بي كلي دي أسباب متابوليك تعمل لي إيه تريمورز طيب نتسميه احنا فاين تريمورز طيب إيه دعني مي بي بي اللي هو الفيسيولوجيكال الفيسيولوجيكال بس بي بقى إكساجريتا والسيكولوجيكال كمان بيعتبار اولها بي برضو والباركنسونيزم طبعا ما ننساش اللي هي رست تريمورس كل دي بي في السيولوجيكال السيولوجيكال اكساجيريتد وسيكولوجيكال والباركنسونيزم طبعا اولهم علينا السبقة اللي هو ستاتيك مواقف كده من كل يحصل له تريمورز من كتر الوقفة اللي هو الاسبيسيفك تاسك تريمورز تاسك لما حد يجي يعمل حاجة معينة زي اللي بيعمله بلعبوا رمية او بيرسموا حاجة محتاجة اما نكون دقيق جدا فدي بيوح ممكن يحصل لهم تريمورز الاس التاني بعد كده الدستونيا الدستونيا والدراج الدستونيك تريمورز زي ما نقلت لكم دستونيا والدراج انديوز تريمورز في بعض الدراج زي ممكن تعمل تريمورز ودي نفس الحاجات نفس الكلام اللي انا قلتها لكم احفظوا بس دستونيك تريمورز دستونيك تريمورز دستونيك تريمورز دستونيك تريمورز دستونيك تريمورز محتاجين الجهازين دول. الاكوليبريم ده اللي مسؤول عن التوازن وان انا وقف بشكل ايريكت كده وده بيدخل فيه سريبيلوم والآي والديب سنسيشن والإير والإنر إير طيب اللوكوموشن اللي هو ان اقدر ابدأ حركة وخليها تستمر بشكل بشكل كويس ودي طبعا تبدأ من الكورتكس الموتور سيستم نفسه وبيساعدوا فيها العضوات والجوينتس وكده كل اللوكوموشن سيستم اللي موجود في الكسب بيقولك ان مرحلة النامشي بتعدي مرحلتين استانس فيز ويسوينج فيز وطبعا شرحوهم بقى مش وقته ممكن ترجعوا للفيديو الأصلي طيب الكلاسيفكيشن بقى بتاع الجيدس أوردرس ايه مشاكل الجيدس أوردرس ان الجيدس أوردرس طبعا زي ما قلت ان هو اي معلجي هزين الكوليبريم واللوكوموشن فأي مشكلة في الاثنين هتعمل لي مشاكل في الجيد طيب المشاكل في العضلات في الجوينتس والكلام ده ممكن يعمل لي جيدس أوردرس طبعا بس احنا دلوقتي هنتكلم عن المشاكل اللي النيريولوجيكال بسبب الاعصاب طيب عندنا اربع انواع اساسية اللي هم هيميبل就是 حيضة حصلة هيميبلجيا والبركنسونيسب والذي بفكر η بريفيرا نروباسي او الهاي ستيبينج جيت ولهم الأتاكسيا بس تفتكروا بها الهيمي بليجيب ده واحد ماشي بعكاز واحد ماشي بعكاز اللي حصله انه نص جسمه بالطول يعتبر مش شغال مش موجود فالوزن بتاع جسمه النص ده المريض ده محمل على النص السليم تمام وبيحصل ايه لما بيجي يمشي بقى في السوينج فيس دي بيلفي سير كمداكشن يلف الجزء اللي هو بنص جسمه المريض ده بيلفي دوران كده عشان يمشي الخطوة تفتكروا بس ان انت شفت حد ماشي بعكاز كده ربنا عافية جميع هتلاقوا هتلاقوا نفس الوصف ده محمل على الناحية السليمة بيجي بجنبه وبياخد بياخد رجليه اللي هي دي بشكل دوران كده عشان يوصل يمشي الخطوة تمام طيب عندنا بقى نجيب البركنسينيزم والهاي ستيبنج البركنسينيزم ده يا سيدي عامل زي واحد عجوز محني وماشي تاتا تاتا عجوز ومحني ماشي تاتا تاتا وإيده عمال ترتعش اللي بيحصل اسمها شافلينجي شافلينجي ستيبس شافلينجي ستيبس قطوات بسيطة جدا يكاد ان هو رجله بتمشي توصل لنص رجله اللي قدام الرجله دي تتحرك توصل لنص رجله اللي قدام فاهمين ان هو خطوات بطيئة جدا وضهروا محني في لكس التران ومشي ارد ايه ارمي سوينجي يعني دي عمال ترتعش وما بيتحركش يكاد يكون ماشي ببطء جدا يبقى رجل كبير ايه في السن محني ماشي ببطء طيب الفوت دروب جيت او البريفران روباسي الجيت بتاعته اللي هي هاي ستيبنج جيت تخيل تخيل كده ان انت رجلك منملة وبتمشي بيها وهي منملة هشوف انت بتمشي ازاي اول حاجة بتقوم رفع رجلك عليه قوي تدبها في الارض ترفعها لفوق وتدبها في الارض انت اصلا مش حاسس بيها مش حاسس بالمستوى اللي هي بتطلعها فانت بتدبها ليه عشان تحاول تحس 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 السنسيشن دي يعني تحس تجيب اي طلقة اي سنسيشن ان رجلك عالارض فهي اسمها هاي ستيبنج جيت هاي ستيبنج جيت تمام رجل اللي منملة ماشي البركنسونيزم راجل كبير محني الفوت دروب جيت او البريفران وهي او اوت هو induصي نيروباþي الريجل او منملة احنا قولنا الهيييبليجيك ده حد ماشي بن��كاز ال độngسونيزم ستجيب المترج Calendar ماكان ماهたい مشاحدة من صنادة ميلاد twee كنتي بسعدة وخصصها التقليلним والاتنين بيأسروا في الجيد طيب المميز بقى دي عنديات ما الاتنين من الكوليبريام طيب السربيلر السربيلر بيبقى ماشى كينو درانك حد شارب بقى كده ماشى يتطلح بقى كده فهو ماشى درانكين جيد حد ماشى ويد ستيبس بقى وانكوردينيتد مش ماشى اصلا بانتظوام وجيركي انستيدي موفمينت وده عشان تعرفه بالزبط بقى تعمله خط وتقول لي مش عليه الزحالة يمشى عليه بقى ده السربيلر اتاكسيا ويد بيز ستيبس وانكوردينيتد موفمينت تمام وانك بيقدرش يمشى على خط مصفقيم ماشى طبيعي يعني بيشرب يعني ماشى على خط مصفقيم بعد كده انها فقدت الديب سينسيشن فقدت الديب سينسيشن اللي بيحصل هو قريبة جدا من من السربيلر بس الفرق ان انا عشان توضح اكتر ممكن ما تبهاش باينه هو مفتح عينيه عشان تشوف السنسوري اتاكسيا لازم الشخص داي يغمض عينيه تفارق ما بين السنسوري والسربيلر تقول له يلازم يغمض عينيه وتبتحصل اكتر مع الناس اللي تبقى تغسل وشاعة على الحوض اي مرة واحدة واقع تقول له هو مفتح الى حد المال عين عاملة اكوليبريم انما اول ما يغمض عينيه خلاص فقط مفيش ديب سينسيشن ماشى حاسسان ان هو واقف اصلا بيفكر التواصل على وطول طيب نفس فكرة السربيلر فهو بيبقى عنده وايد بيز ستيبس ولكن مستجرينج وسلابينج وعارفين ماشية البطة رايبة جدا من ماشية البطة فهو بيبقى نفس الوضع كده وبيختفي المميز فيها ان هو بيظهر جدا اول ما يغمض عينيه انا تعريبا خلصت التوريال واسفع على الاطالة بس انا حاولت اقول لكم الحاجات السريعة والمهمة او اركز على النقط يعني بلاش راغيك كتير ده قلنا في السنسيشن عرفنا النيربات اللي بتنقل السنسيشن والبص وي كل كلمة مهمة في الحاجات اللي احنا قلناها في الجزء السنسيشن عنوان ده السباين الكورد انا عارفة ان هما الجزء ده ريخم قوي بس انا حاولت على قد مقدر اقول لكم تثبته ايه في الليبل وكل واحد المميز فيها تمام قلنا المميز فيها المميز فيها وقلنا امثلة على كل واحدة فيهم واهم حاجات اعرفوا الليجن بتاع الكوريا فين الليجن بتاع الباليزم فين التكس دي حركة رقبة وحاجات بترف الماك لونس اسبابة امي بي اس دي تحفظها كده في وحاجات الباركنسونيزم كل حد بيعمل الرياضة اللي هو وقف كتير كل اسباب كل اسباب يعني انتم ممكن تحفظوها بالحروب او تحفظوها بطريقة مختلفة اللي هيقدر يساعدكم ان شاء الله في التذكر الجيت دي سوردرز مفيش اسهل من كده كل واحدة لها شكل معين وصفتها لكو هو الشكل البطة اللي ماشي بعكاز الرجل الكبير المحني اللي شارب فاضل الهيمي بليجيك الرجلي منملة هو دي تقريبا كل الجيت دي سوردرز تمان فبالتوفيق ان شاء الله واسفين على الإطالة